موسيقى موسيقى شو ماذا؟ أبسر ليش كاعدة بتحكيش؟ شو فيه؟ رجعي بحكي معك ضمن حملة كسر التحيز عريضت مسرحية كسر القيود على خشبة مسرح جمعية إنعاش الأسرة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لنصرة المرأة الفلسطينية خلال سلسلة فعاليات تسعى لتطوير النساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن والمطالبة بكفة حقوقهن هدف المسرحية تحديدا إلى إثار التساؤلات ونقاشات مهمة بواجهها مجتمعنا الفلسطيني تتعلق عن أدوار المرأة في الانتخابات خياراتها وحرية إرادتها في اختيار مجال التعليم حقها في الميراث وحقوقها المالية والاقتصادية والسياسية الأخرى أثرت نجحة المسرحية بإثارات نقاشات لربما حامية ولكن هذا أحد مؤشرات نجاح هذه المسرحية يعني شوفي هذا لو درست أش بدي؟ ما أنت درست لبدك إياه في الجامعة؟ ولعشان لك أخوي يعني؟ هو للبدرس الرياضيات ولا إنت؟ شوفيها يعني؟ تأتي هذه العروض ضمن نشاطات تفاعلية تساهم بدمج النساء في مجتمع بعيدا عن التحيز والتمييز وتعزيز مهارتهن ومعرفتهن للمطالبة بحقوقهن بعيدا عن الخجل وبعيدا عن الخوف طبعا دائما رسالتنا في الثامن من آذار أو في غير الثامن من آذار أن كل فتاة تكون عارفة بحقوقها عارفة بواجباتها اتجاه مجتمعها اتجاه أسرتها اتجاه إذا كانت هي أم اتجاه أبنائها دائما نشجع أنه في هذا اليوم على كل إمرأة فلسطينية أنها تتذكر واجبها تجاه الوطن أيضا أنه دائما تسعى لأنها تكون متعلمة مثقفة طالب بحقوقها يتزامن هذا العرض مع اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار الذي يأتي لتذكير النساء بحقوقهن وانتزاعها من مجتمعاتهن من أجل تمكينهن أن المرأة لازم تطالب بحقوقها ولازم أنه بحق المرأة كمان بحق لها تترشع للانتخابات زيها زي الزلمة زيها زي الرجل نحن بالمجتمع الفلسطيني يعني بدنا كثير نشاطات وفعليات وورشات عشان نوعي الشعب أنه يطالب حقوق المرأة يعني نوصل لأقل صحات من حقوق المرأة يذكر أن الاتحاد الأوروبي ينفذ العديد من المشاريع التعزيزية لنصرة المرأة الفلسطينية وتطويرها في المجتمع كما يأتي هذا العرض المسرحي ضمن خمسة عروض ستقام في مدن الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر